فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم مع لقاء جديد من أهل الزكر أبدأ بمسألة فقهية لنرى كلام أهل العلم فيها كعادتي في حلقاتي مسألة اليوم عن الآذان والإقامة في أذن المولود نأتي أولا للإقامة لم يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم فالأحاديث فيها غير ثابتة كما ذهب إلى ذلك الحفظ بن حجر وغيره بالنسبة للإقامة فلم يصح فيها حديث عن النبي عليه وسلم فيما أعلم نأتي للآذان وطبعا هو الآذان في الأذن اليمنى وكانت الإقامة في الأذن اليوسف ورد فيها حديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أزن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنه حين ولدته فاطمة رضي الله عنه الحديث أخرجوا أبو داود والترمزي وقال الترمزي هذا حديث صحيح والعمل عليه أي عند أهل العلم وأخرجوا وأيضا أحمد والحاكم الضيقي وغيرهم أخرجوا يعني الشيخ الألباني عليه رحمة الله قال حديث حسن وله شاهد يقوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أزن في أذن الحسن بن علي يوم ولد وأقام في أذنه اليسرى لكن الحقيقة أن الشيخة تراجع عنهم تراجع عن تحسين الحديث حديث أبي رافع بشاهد ابن عباس رضي الله عنهم وقال إنه شديد الضعف أخرجوا في الضعيفة وقال يرفع من المواطن التي حسنتها فيه وهذه يعني ملحوظة هامشية لطلبة العلم أن أنظر إلى آخر إن كنت تنظر يعني لكتب الشيخ الألباني وهو علم من أعلام الحديث فأنظر دائما إلى آخر أحكام الشيخ لأن الشيخة عليه رحمة الله بحسب اكتهاده أو بحسب وقوفه على مراجع لم يكن قد وقف عليها أني كانت الطبعة ليست يسيرة كالآن ولم يكن الأمر سهلا كالآن غالب الكتب تجدها على المواقع فكان الأمر في غاية الصعوبة ولك أن تقرأ كيف كان يخرج الحديث من المكتبة الظاهرية إذ يكتب من المخطوطات ما يكتب ما شاء الله له أن يكتب في المكتبة الظاهرية فقد يطلع على ما لم يطلع عليه فتغير اكتهاده في الحديث وبالطبع ملكة الاكتهاد التي تزيد مع التمكن من العلم فلطلبة العلم أنظر إلى آخر أحكام الشيخة على الحديث فربما تأخذ مثلا السلسلة الصحيحة وترى أن الشيخ بعد ذلك في الضعيفة تراجع عنه وأشار أو العكس فهذا الحديث الذي معنا من هذا بعد أن حسنه الشيخ بشاهدي عن ابن عباس في الصحيحة فإنه عاد وتراجع عن تحسينه وقال وجعله في الضعيفة وجعله في السلسلة الضعيفة قال عن أثر ابن عباس إنه شديد الضعف شديد الضعف وحديث أبي رافع إنه هو الحديث العمدة لو رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام أزن في أذن الحسن ابن عليه حين ولدته فاطمة فيه أبو رافع حديث أبي رافع رضي الله عنه مداره على عاصم ابن عبيد الله مداره على عاصم ابن عبيد الله وهو ضعيف ضعيف اتفقوا على ضعفه وتقريبا يعني إلا القليل لكن غالب أهل العلم على تضعيفه والطرابه والطرابه حتى الحكم لما أخرج الحديث قال صحيح الإسناد تعقبوا الإمام الزابي وقال عاصم ضعف عاصم ضعف لا في حديث أبي رافع حديث أبي أبي رافع طيب ننظر إلى كلام أهل العلم الجمهور على استحباب الآزان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسر وزهبوا إلى تحسين الحديث بعض أهل العلم زهب إلى تحسين حديث الأزان الإقامة كما ذكرت فقالوا واعتمدوا أيضا أو استدلوا بأن ذلك ورد عن الحسن وعن عمر بن عبد العزيز لكن حفظ بن حقل قال ولم أره عنه مسندة يعني عن عمر بن عبد العزيز قال الإمام النووي وقد جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل بالعمل به ولعل ذلك من باب العمل الحديث الضعيفة في فضائل الأعمال إذن الجمهور على الاستحباب الإمام مالك قال بكراهة ذلك يعني لعله لم يبلغوا في حديث صحيح لكن بعض علماء المذهب المالكي استحبوه كالجمهور استحبوه كالجمهور لكن قال بلكراهة أيضا من المعاصرين على اعتبار أنه لا دليل فيه يعني الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني عليهم رحمة الله وغيرهما كما قلت الإقامة ورد فيها حديثان غير صحيحين حديث الحسن بن عليم يعني النبي عليه الصلاة والسلام من ولد له مولود فأزن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان يعني المشهور أنها التبعة من الجن وأقيله هو مرض يأتي الصغير في الصغر حديث الثاني والألباني قال عن هذا الحديث أنه موضوع حديث الحسن بن عليم هذا الذي ذكرته لم تضر أم الصبيان قال موضوع مكذوب الحديث الثاني حديث بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أزن في أذنه الحسن بن عليم وأقام في أذن يسرى والبهقي بعد الروا الحديثين قال بضعفهما وقال الألباني شديد الضعف إذن ما ورد كما ذكرته في أول الكلام عن الإقامة في الأذن اليسرى حديثه لم تصح حديثه لم تصح يبقى الآذان والآذان الخلافه لأن بعض أهل علم حسن حديث الآذان وإن كان الراجح أنه ليس بصحيح ليس بحسن لكن الجمهور أخذوا أيضا استأنسوا بما ورد عن الحسن وعن عمر بن عبد العزيز وإن قال الحافظ بن حجر لم أره مسندعا عن عمر بن عبد العزيز الإمام النوية قال جرى عمل الناس بذلك فلا بأس بالعمل به فلا بأس بالعمل به فالخلاصة أن الحديث في الإقامة لم تصح والحديث في الأذان الكثير من أهل علم على ضعفه وعن أين الراوي الضعيف الذي فيه وبعض أهل العلم مشاه يعني وقال بإضافة إلى ما ورد عن حسن وعن عمر بن عبد العزيز والجمهور على استحباب ذلك يعني حتى لو قلنا الأذان على اعتبار الخلاف الذي ذكرته فيه فيكون الأذان لكن الإقامة لم يصح فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هب أن بعض الناس يقول إن الجمهور يقولون ذلك وأراد أن يعمل بذلك يعني له ذلك له ذلك لكن نحن نبحث المسألة من الناحية العلمية من الناحية العلمية والله أعلم وأن تقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم بإذن الله رب العالمين تسأل السائلة عن جواز ختمة القرآن الجماعية ختمة القرآن الجماعية هل هي جائزة أم لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا عليه الصلاة والسلام ختمة القرآن الجماعية لها صور لها صور من هذه الصور ما يسمى بالإدارة بالإدارة يعني يكتمع جماعة في مسجد أو في بيت ويقرأ واحد مثلا ربعا والآخر ربعا بعده أو جزءا يعني يقرأ الجزء الأول الثاني الجزء الثاني الثالث الجزء الثالث هكذا حتى يختم القرآن فهذه الإدارة صورة جائزة عند الجمهور وقالوا باستحبابها وقالوا باستحبابها فهذه تسمى بالإدارة صورة أخرى أن يقرأ واحد والباقي يستمع يستمعون له يستمعون له فهذا هو قرآن يقرأ وهؤلاء يستمعون وهو يختم القرآن فهذه أيضا صورة جائزة هناك صورة ثالثة وهي أن يقرأ الجميع بصوت واحد على نسق واحد يعني يجلسون عشرة يجلس عشرون فكلهم يقرأ على نسق واحد على نسق واحد الحمد لله رب العالمين الرحمن كالجوخة فهذه بعض أهل العلم جوزها والفريق الآخر من أهل العلم لم يجوزها لم يجوزها الحقيقة أيضا أنا لا أعرف ذلك ورد أو ثبت عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقرؤون بهذه الطريقة بهذه الطريقة ربما لما نقرأ تخيل لما يجلس خمسون والكل يقرأ هكذا على صوتنا أكيد من المؤكد بعضهم يصبط متقدم في السن يتأخر سيكون هناك يعني لغط ويخلط بعضهم على على بعض ولن يستمع أحد لأحد لما هلكل سيقرأ الكل سيقرأ يعني لا أعرف ذلك ورد عن الصحابة كما قلت وذكرت أن هذه مسألة خلافية لكن رجحت أن هذه الصورة لم ترد عن الصحابة وتؤدي إلى اللغط ويرفع بعضهم صوته على الآخر لكن في صورة الإدارة التي استحبها الجمهور أن يقرأ واحد ثم يأخذ الثاني الثالث الرابع الخامس الثالث حتى ينتوى من ختم القرآن أن يقرأ واحد القرآن كاملا والباقي يستمعون فهذا جائز والله أعلم تسأل عن صلاة المرأة في بيتها تقول أن صلاة المرأة للرجل في المسجد تضاعف على صلاة مفرده بأضعاف كثيرة فهل صلاة المرأة في بيتها تعدل صلاة الرجل في المسجد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث عن أم حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عليه الصلاة أني أحب الصلاة معك قال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك لك من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي في مسجدي هذا الحديث في المسند أحمد وصحاحه الأرنقود في تعليق على المسند وكذلك الألباني وفريق من أهل الآد فريق من أهل الآد معنى الحديث كلما كان أستر للمرأة كلما زاد السواب كلما زاد السواب والننظر إلى نهاية الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي أيضا مسجد محدود العائلة كده أو للزوج والزوجة والأبناء أو للعائلة خير لك من صلاتك في مسجدي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن مسعود رد الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها وصلاتها في دارها أفضل خير من صلاتها في مسجد قومها في سنن أبي ذاود ونعم وصححه الشيخ الألباني وغيره وأيضا في الحديث لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن والكلام في هذا الحديث للأخوات يعني أن السائلة من الأخوات الكلام في هذا الحديث عن مسجد النبي صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذن المرأة كلما كانت الصلاة لها أسطر وتجعل مكانا لها في بيتها لصلاتها لا يراها فيه أحد كلما كان أفضل كما ورد في الحديث التي ذكرت بعضها لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تمنعوهم لا تمنعوهم لأن الصلاة رغم فضل الصلاة في البيت لكن المرأة تحتاج أحيانا إلى كان هناك درس علم بعد الصلاة أو في الترويح تحتاج إلى أن تسمع خاصة إن كان زوجها لا يعلمها ولا تستمع لشيء وإن جلست في رمضان فستجلس أمام وسائل الإعلام ولن تصلي شيئا وإن صلت ستنقر ففي هذه الحالة لا شك أن ذهابها إلى المسجد فيه الخير فيه الخير ونساء الصحابة كنا يصلينا يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده وهو النبي عليه الصلاة والسلام اسمعونا لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام لتوجهات النبي صلى الله عليه وسلم لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع إماء الله مسجد الله لا تمنعه إذا أراد أن تزب إلى المسجد خاصة إن كان هناك درس كان هناك درس علم كذا فلا تمنعه لكن كما ذكرت السائلة تسأل أن صلاة المرأة في بيتها طبعا المرأة لن تذهب إلى المسجد في كل الصلوات لكن مثلا في صلاة الجمعة من أجل أن تستمع للخطبة وتتعلم في صلاة يعقوبها درس علم في الترويح إن كانت هناك دروس فكل هذا يؤدي إلى نفع المرأة وإلى الخير لأبنائها ولزوجها أيضا لكن في سائر الصلوات لن تذهب فصلاة في بيتها تعدل صلاة الرجل في المسجد بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير لك من صلاتك في مسجدي والله أعلم تسأل السائلة عن حكم شراء الزهب بالتقصيد شراء الزهب بالتقصيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا يجوز أن يشترى الزهب بالتقصيد بل إن الزهب لابد أن يدفع المشتري ثمن الزهب في مجلس العقد يعني في وقت الشراء في وقت الشراء النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الزهب بالذاب والفضة بالفضة الحديث يعني مثلا بمس سواء بسواء فإذا اختلف تعزيز أصناف فبيعه كيفما شئتم إذا كان يدا بيد فعندما تشتري الزهب لو زهب بزهب زهب بزهب يشترى الشرطان التماثل والقبض في المجلس يعني في نفس الوقت ويتماثل الزهبين طيب زهب بنقود زهب بنقود فهنا يشترى الشرط واحد وهو دفع سمن الزهب عند الشراء لا يبقى منه شيء لا يبقى منه شيء فإذا لا يجوز أن يشترى الزهب بالتقصيد لما كما قلت يشترى الشرط واحد هو التقابط في المجلس التقابط في المجلس بعضهم يقول أنه سأترك الزهب عند البائع وأدفع له على أقصاد وعندما أنت من الأقصاد أخذ زهبي هذا أيضا لا يجوز هذا أيضا لا يجوز لا يجوز نعم السؤال التالي يقول هل يجوز أن يشتري بزكاة المال فلابس أطعاما للفقراء الحمد لله والصلاة والسلام على صف الله عليه الصلاة والسلام الأصل أن زكاة المال تخرج مالا تخرج مالا فأنت لست أدرى بالفقير من حاجاته ومال الزكاة هو ليس ملكا لك إذا استحقت على مالك الزكاة فهذا الجزء من المال ليس ملكا لك إنما هو حق الفقراء والمساكين وباقي الأقسام التي في الآية هو الأصناف الثمانية فهي ليست ملكا لك فلماذا أنت توكن نفسك عن الفقير ولماذا ترى أنك تعرف أكثر من معرفة الفقير هو صار المال ماله أنت لست وكيلا عنه فأعطي المال هو أعرب بحاجته أعرب بحاجته تذهب تشتري له ملابس لا يريد ملابس تذهب تشتري له طعاما لا يريد طعاما ربما يريد دواءا يريد كذا يريد كذا فهو أدرى بحاجته فهو أدرى بحاجته هناك حالات يعني مستثنية جزء فيها أن تشتري بزكاة المال سلعا هذه الحالات عندما يوكلك الفقير فيقول لك تقول هذه زكاتك يقول وكلتك أن تشتري لي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس فأنت هنا وكيل عنه هو الذي يعرف حاجته وكلك أو أن يقول أن يكون صاحب الأمر يعني إن كان المال لأسرة وهو ستعطي المال للرجل ولا تستطيع أن تعطيه لزوجته وهذا الرجل فاسق يأخذ المال ينفقه على المخدرات وعلى غيرها ففي هذه الحالة لا تعطيه المال في يده إن استطعت أن تعطي المال لزوجتي إن لم يكن يعتدي عليها ويأخذ منها المال ففي هذه الحالة هذه فتوى المصلحة أن تشتري تنظر تسأل يعني العائلة الزوجة زوجتك تسألها ماذا تريدون ماذا تحتاجون فتقول نحتاجه طعاما نحتاجه ملابس فهذه فتوى ضرورة لأنك هنا إذا أعطيت المال لرب البيت سينفقه هنا وهنا فيما فيما حرم الله سبحانه وتعالى والله أعلم نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى خير المرسلين عليه الصلاة والسلام عدنا عليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم السؤال التالي تقول إنها تحب أن تصلي قيام الليل لكنها طوال النهار تعمل في عمل البيت خدمة الأولاد وتأتي بالليل تكون متعبة جدا وتريد أن تصلي فلا تستطيع من التعب فماذا تفعل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقيام الليل يبدأ ولو بركعة الوتر يعني يبدأ أقصد مش يبدأ يعني وقت يعني فإن كنت متعبة هكذا ومجهدة طوال النهار من عمل البيت والأولاد وكذا وكذا فوقت قيام الليل من ناحية الوقت يبدأ عقب صلاة العشاء عقب صلاة العشاء يعني صلي سنة العشاء البعدية صلي ما تستطيعين يعني ركعتين وأوتري بواحدة أربع ركعات يعني اسنتين اسنتين وأوتري على قدر ما تستطيعين على قدر ما تستطيعين أو تنامي وتقومين قبل الفجر بنصف ساعة بساعة وتصلينا ما استطعتي فالأمر فيه ساعة من ناحية عدد الركعات قلت إن صلاة القيام تبدأ بركعة ركعة تويتر واحدة حسبت من القيام ومن ناحية الوقت فوقت قيام الليل يبدأ من عقب صلاة العشاء إلى قبيل أزان الفجر فكل هذا وقت للقيام كل هذا وقت للقيام لا شك أن أفضل الأوقات هو ثلث الليل الآخر لكن النبي عليه الصلاة والسلام قام من كل الليل قام من أولي وقام من أوسطي لكن استمر أو استقر على آخره ثلث الليل في ثلث الليل الأخير لكن هذه المرأة الزوجة المتعبة في خدمة بيتها وخدمة أبنائها جزاكي الله خيراً أقول الآن أعرفتي على قدر ما تستطعين ولو صليتي ركعة أو ركعتين وركعة وخففي وعندك الوقت يبدأ وقت قيام الليل من عقب صلاة العشاء إلى قبيل أزان الفجر أو تنامين ثم تستيقظين وتصلي ما استطعت قبل صلاة الفجر هذا والله أعلم تقول هل يجوز أن تصبغ شعرها باللون الأسود تتزيل لزوجها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام صبغ باللون الأسود فيه خلاف واسع بين بين أهل العلم ويحتاج إلى بحسه في مسائل التي تبحث يعني أبحثها في أول الحلقات لكن أنا أذكر يعني إجابة السؤال وتلخيصاً الجمهور على أن الصبغ بالأسود على الكراه ولم يصلوا به إلى التحريم لم يصل به يعني الكراه التنزيهي يعني إن صبغت بالأسود فلست بآثم الجمهور على ذلك الجمهور على ذلك وقال يعني ابن القيم ذكرى تسعة من الصحابة كانوا يصبغون بالأسود وأيضاً من التبعين من كان يصبغ بالأسود قال لو كان الصحابة يعرفون أن الصبغ بالأسود على التحريم ما صبغ قد يقول قائل ما ربما لم يصل إليهم دليل لكن الصبغ بالأسود سيظهر لحي ستظهر شعر سيغطي شعره سيظهر كانوا أحياناً أنه لا يغطون شعوره اللحي فلو كان لم يصل إليه الدليل هل كل الصحابة لم يصل إليه الدليل وهذا شيء يعني سيشاهد فهذا مستبعد أن يصل إليه الدليل هو كي يعلم أن إما الدليل لم يصح أو أن الدليل على التنزيه وليس على التحريم فالجمور على الكراه وأبو يوسف من أكابر طبعاً تلميذ أبي حنيفة قال بالإباحة قال بالإباحة وفريقه من أهل العلم قال التحريم للرجال والنساء وفريقه قال التحريم للرجال دون النساء على اعتبار أن المرأة تحتاج إلى التزيين وفريقه من أهل العلم فرق بين الكبير وبين نص صغير فقال إليه جوز للكبير كما قال ابن شعب الزهري كنا إذا كان الوجه حديداً نصبغ بالأسود فإذا تغضن الوجه والأسنان كذلك لا سقطت لا نصبغ بالأسود أو كما نقل كما نقل عنه والله أعلم فالمسألة طب المرأة هنا حتى لا تتهم مني هي تريد أن تصبغ باللون الأسود لتتزين لزوجها إن كان إن كانت يعني تتزين لزوجها فقد رخص فيه يعني فريق من أهل العلم يقول ابن قدامو رخص فيه الصبب للسواد إسحاق للمرأة تتزين به لزوجها والمرأة تختلف عن الرجل تختلف عن الرجل ومن نظر إلى العلة وقال إن العلة التدليس والغش فهذه المرأة تتزين لزوجها تتزين لزوجها وأقول خروجا من خلاف أهل العلم وأنا ذكرت المذاب على الاختصار فعندنا الحناء والكتم أو ما يؤدي ذلك الحناء والكتم يعطي اللون البني الغامق يعني لون بني غامق يعني ما بين الأسود والبني وإذا كان الصحابة يصبغون به أبو بكر رضي الله عنه كان يصبغ به عمر رضي الله عنه كان يصبغ به بالحناء والكتم حناء معروفة الكتم نباتي في الجزيرة العربية يعطي الحناء اللون البني الغامق الغامق فعندنا في الحناء والكتم حناء والكتم وورد فيها يعني جواز جواز ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني أمر بالصاب غالف اليهود والنصارى بأنهم لا يصبغون وورد في حديث أنه ذكر الحناء والكتم صلى الله عليه وسلم ومن الكبار الشيخان أبو بكر وعمر كان يصبغان بالحناء والكتم فأقول حتى نخرج من الخلاف تقول يعني لابد حناء وكتم لا الآن الأمور فيها سعة إذا كان الصبغة تعطي اللون البني الغامق الذي يعطي الحناء والكتم جازت خروجا من الخلاف أما كان الأسود فأنت أو سمعت ما ذكرت لك والله تسأل تقول هل يجوز لها أن تدخر من مصروف البيت الذي يعطيه زوجها لها دون أن تعلم زوجها دون أن تخبر زوجها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأصل أن المرأة لا تأخذ شيئا من مال زوجها إلا بإذنه إلا بإذنه يعني بإذنه الصريح أو العرفي الزوج يتساهل ويتعرف عنه ذلك يعني يتساهل في ذلك الأمر فأنا يجوز أن تدخر لكن ما تجوز لها الإدخار إن كانت ما تدخر للبيت وللأبناء للبيت وللأبناء لا تدخر لنفسها فإذا لا يجوز يعني الزوج يعطيها عدة ألاف هي تقطر على الأولاد وتنفق عليهم بالكاد وتدخرها لنفسها وتضع في البنوك وتشتري زعبا وكذا فهذا لا يجوز هذا أكل للمال بالباطل إنما الصورة الجائزة الزوج يعطيها مبلغا هي لا تقطر على أبنائها تنفق على أبنائها كالنفقة المعتادة في طبقتها وتدخر من أجل أبنائها ومن أجل زوجها بعد ذلك إذا تعصر في شيء تعصر في شيء أو قبيل الفتوى أن يكون الزوج من المبذرين يعني كلما جاءه مال أنفقه جاءه مال أنفقه ولو أعلمته أنها تدخر من أجل الأيام ومن أجل الأبناء ومن أجل البيت سيأخذ هذا المال ويبذره في أي شيء وينفقه في أي شيء ففي هذا الحال أيضا يجوز أن لا تخبره لكن على الشروط التي ذكرته أن يكون الادخار للبيت وللزوج إذا حدث أن تعصر الزوج وللبيت لأبنائها وأن لا تقطر على الأبناء يعني لا تبخل على الأبناء وأنها تنفق عليهم النفقة المعتادة نفقة المعتادة ففي هذه الحالة يجوز أن تدخر كما قلت وتكتب وصية إن كان لأحد يعرف تكتب وصية أنه يوجد مال كذا وكذا وكذا هو ليس ملكا لها وإنما هو ملك لزوجها ملك لزوجها والله أعلم يسأل الأخ عن مشروعية قائمة المفروشات القائمة التي بتكتب يعني في بعض البلاد ومنها مثل أنه اختلف مع متقدم لابنته أو لأخته هو يريد كتابة قائمة مفروشات والآخر يقول ليس لها أصل فما الحكم في ذلك أو ما القول في ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام المهر الصلاة هو حقه للمرض يقول الله سبحانه وتعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة أي عطية هدية كده واجبة للمرأة عن طيب نفس عن طيب نفس وهذا الصداق المهر يعني إما أن يكون معجلا أو مؤجلا أو جزء منه معجل والآخر مؤجل في المهر إما أن يكون معجلا بالكام وإما أن يكون مؤجلا بالكام وإما أن يكون جزء منه معجل وجزء منه مؤجل جزء منه مؤجل نأتي لقائمة المفروشات لقائمة المفروشات في الأعراف أتكلم خاصة عن مصر يعني وبعض البلاد يجعلون قائمة المفروشات من مهر الزوجة من مهر الزوجة المؤجل يعني هو اشتراه لكن هو أمانة عند الزوجة المؤجل لو أنهم وضعوا في القائمة شيئا اتفقوا عليه ولم يشتره الزوج بعد يعني هو لضيغ ذات اليد ولتيسير أهل الزوجة فقال يعني نكتفي على حجرتين أو لا تشتري لها زهبا ويقول أنا في زمتي أن لها زهبا ويكتب ذلك في القائمة جائز هذا من المهر المؤجل سأشتري حجرتين وسأشتري بعد ذلك حجرتين أخريين جائز هذا من المهر أيضا صداق المؤجل صداق المؤجل وهذه المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذه القائمة قائمة المفرشات من المعروف بين الناس الآن وهو لحفظ الحقوق لكسرة فساد الزمم كالعقد تماما يعني من المصالح المرسلة العقد هل كان العقد يوجد فيه زمان النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد إنما استحدث هذا العقد ومن المصالح المرسلة حفاظا للحقوق حقوق الزوجة لفساد لفساد الزمم وهذا أيضا يلحق به من المصالح المرسلة كتابة قائمة بالمفرشات كتابة قائمة بالمفرشات والشيخ الإسلام يقول إن أكثر أمور الزواج على الأعراف وعندنا قاعدة المعروف أرفا كالمشروطي شرطا فأقول يعني يا أخي اكتب قائمة بالمفرشات ما اتفقتم عليه يعني لا يكتب فيها ما لم تتفق عليه يعني أنت اتفقت على أربع حجرات اشتريت اتنين وتقول سأشتري الاتنين يبقى يكتب عليك الأربع اعتبر من المهر المؤجل من المهر المؤجل لأن قائمة المفرشات تعتبر تعتبر جزءا من مهر الزوجة من مهر الزوجة لم تشتري زهبا أو اشتريت دبلة مثلا وتقول شاري لها خمسين جراما يكتب عليك الخمسون جراما يعني جزء من المهر جزء المهر أنا ذكرت أن المهر يجوز فيه التعجيل بكامله أو التعجيل والتأجيل أو التأجيل بكامله فإذن نكتب قائمة بالمفرشات وهذا من المصالح المرسلة ومما تعرف عليه الناس لحفظ الحقوق وهي كتابة كتوسيق العقد حتى لا تضيع الحقوق بين الناس والله أعلم وعد الأب ابنه بهبة يشتري له شيئا يعطي هدية ثم مات فهل هذا الوعد ملزم هل هذا الوعد ملزم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام الهبة تختلف عن الميراس يعني من باب الفائدة الهبة ما يعطيه الأب أو الأم أو أي أحد أنا أتكلم هنا عن السؤال عن الأب السؤال ورد عن الأب والاب الهبة ما يعطيه الأب لابنه في حال حياتهما حياة الأب وحياة الأب حياة الأب هو ليس من الميراس لكن اشترت فيه أن يعدل بين أبنائه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للبشير لما أراد أن يعطي النعمان يخصه بشيء فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يشهده فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تقول الله عدل بين أولادكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالهبة تكون في حال الحياة ومن شروط الهبة أن يتملكها الموهوب له تختلف عن المراث المراث لا يتملكه الوارث إلا بعد موت الموارث بعد موت الموارث لكن في هذه الحالة فإن أقصد الهبة لابد أن يتملكها الموهوب له في حياة الواب هنا الأب وعد الأب فقط مجرد وعد الإبن بشيء لكن لم يشتره له ولم يعطيه له ولم يتملكه الإبن فهذا مجرد وعد وليست بهبة ويرجع فيها ولا تنسوا الفضلة بينكم للورثة وإذا كان الورثة يعلمون أن الأب كان قد أراد أن يهب ابنهم شيئا ما وأهم تنازلوا عن جزء من المراس لهذه الهبة التي كان أبوهم يرى أن لها سببا بطيب خاطر يعني هذا يكون تنازل من الأبناء هدية منهم هم هدية منهم هم وهبى منهم هم لأخيهم هذا إن كانوا يريدون هذا إن كانوا يريدون ذلك إن كانوا لا يريدون ذلك فليس له حق وكان مجرد وعد مجرد وعد ولم يتملك شيئا ولم يتملك لابنه شيئا هذا والله أعلم أكون بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى نهاية الحلقة أكتفي بهذا وصل اللهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون